واتجاه قضية التغير المناخ وأن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع السعادة أصحاب الفقامة أود أن أرحب جميعا بكم في قضير سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاهتمام دولة قبرص كبير اتجاه قضية المناخ وأطارها في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيطة نحن نلتزم بدعم العلاقات مع كافة الدول في مواجهة كافة تداعيات المناخ والحد من التغير المناخي والتداعياته السلبية وبالتالي كافة الدول تعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ وهناك المزيد من الجهد المطلوب ليلحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات في عام 2017 كان هناك دعوة حثيثة لاتخاذ إجراءات على المستوى الدولي والمستوى الوطني لاتخاذ قطوات جدة تجاه مواجهة تداعيات التغير المناخ وبالطبع العمل على الحد هو إيجاد آليات لحد من مخاطر التغير المناخي فهناك آلاف العالماء من كافة الدول من كافة المناطق استجابوا لهذه المطالب ووضعوا بعض الدراسات والأبحاث ذات الصلة فبالتالي كانت تلك الأبحاث تتناول موضوعات مثل الصحة والغزاء والزراع وكذلك الهجرة والطاقة والسياحة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة خلال هذا العمل العلمي كان هناك جهود كبيرة تحقق إنجازات كبيرة كذلك كيف يمكن وجهت هذه الكوارث نحن كذلك ملتزمين بجمع كافة المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال هذه المبادئ على مستوى العالمي نحن نطلب إجراء كل ما يلزم لوضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولضمان تحقيق المنافع المرغوبة ذات ذلك من خلال الالتزام بتنفيذ خطة العمل بحذافرها ونتمنى وكما ذلك نتوقع أن دولنا في البداية سوف تنجح في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك الحد من الاحتباس الحراري ولسوء الحظ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال فتتطلب وضع إجراءات حتمية يلتزم بها كافة الدول وكافة الأطراف والدول الصناعية ويأتي بعد ذلك الحصول على التمويل اللازم لموهجة تداعيات التغيير المناخي لدعم قطاعات الصناعة للالتزام بمعيير المناخ ومعيير الحد من الإنبعاثات الكربونية وهذا يندرج تحت الاستخدام العام في السوق العالمي وكذلك الاشتغل الكافة الفرص للتعاون سعادة الرئيس تعلن دولة كبروس انتزامها تجاه التعاون مع مختلف الدول للحد من التغييرات المناخية وذلك يأتي من خلال خطوات جادة وسوف تعتبر هذه الخطوات تاريخية آخر تعليق لدي في تخضم تلك الإجراءات التعاونية نحن سوف نواجه كافة التحديات بتعاون كافة الأطراف لتحقيق النجاح في خفض الانبعاثات وذلك يأتي من خلال تكوين فرق عمل مشتركة بين الدول مرة أخرى أود أن أعبر عن مدى سعادتي لسعادة الرئيس السيسي لإستضافته لهذا الحدث الهام وقلب كافة الموارد والجهود لتوحيد كافة الأمور التنسيقية والتعاونية بين الدول والأطراف والجهات المعانيات المختلفة حول العالم طامحين إلى جيل أفضل ومستقبل أفضل شكرا سعادة الرئيس شكرا للجميع شكرا سعادة الرئيس القبرسي أود أن أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلقي كلمته الافتتاحية شكرا شكرا